تستمر الضغوط الإقليمية على حكومة إقليم كردستان العراق بسبب الاستفتاء على الاستقلال وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء التركي من علي يلدارم اليوم أن بلاده ترغب في فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق بالتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد بعد أن تغلق البوابة الحالية يلدارم أعرب أيضا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية المركزية في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية والقضايا السياسية تصريحات تركية مكثفة تأتي استكمالا لتصريحات سابقة للرئيس التركي كرر فيها تهديده لأقليم كردستان العراق وقال فيها إنه تم الاتفاق على آلية ثلاثية بين العراق وتركيا وإيران للتعامل مع الأقليم بسبب الاستفتاء خطوط حمراء ومحاذير عديدة تضعها تركيا ودول الجوار يوما بعد الآخر أمام أكراد العراق رئيس الوزراء التركي بن علي يلدارم أعلن تصعيدا جديدا باعتزام بلاده إغلاق المجال الجوي والمعبر الحدودي لبلاده مع إقليم كردستان العراق يلدارم قال إن أنقرة سوف تستبدل المعبر بآخر جديد مع العراق بالتنصيق مع الحكومة المركزية في بغداد وتوقع رئيس الوزراء التركي تجاوبا عراقيا مع فتح المعبر الجديد تصريحات يلدارم تلت تحذيرات مشابهة وجهها رئيس رجب طيب أردوغان أكد خلالها أن بلاده ستغلق قريبا حدودها البرية مع شمالي العراق كما ستتابع غلق مجالها الجوي ردا على استفتاء الانفصال أردوغان الذي وجد أذنا صاغية في طهران لهواجسه ومخاوفه من انفصال إقليم كردستان العراق طالب حكومة الإقليم بالتعلم من أخطائها حسب وصفه واتخاذ خطوات للتعويض عنها في أسرع وقت ممكن وأردوغان قال خلال زيارته لطهران إن أنقرة اتفقت مع إيران والعراق على تشكيل آلية ثلاثية للتعامل مع هذا الملف وإن الدول الثلاث ستتخذ قرارا مشتركا بشأن وقف إمدادات النفط من إقليم كردستان العراق الجار الإيراني بدل أردوغان الزائر بعصف مماثل بتأكيد خامنئي على أن وحدة العراق تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به ورغم حدة الضغوط والتصريحات التركية خصوصا منذ إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لن تتخذ أنقرة فعليا خطوات جدية كبيرة نحو التطبيق فأنقرة تلوح بالتهديد تلو الآخر وتبقي على الباب مواربا أنم فرص لحلول تبقي على مصالحها الحيوية وعدم التضحية بقيادة كردية لا طالما كانت حليفة لها في العديد من الملفات في المنطقة وينضم لينا من أسطنبول الباحث في الشؤون التركية حسني محلي أهلا بك أستاذ حسني عبر سكاي نيوز عربية هذه المواقف إن لم تكن على مدار الساعة فهي بشكل يومي ومكررة زيارة نائب الرئيس العراقي يلدرم سيزور أيضا بغداد في الأيام القليلة المقبلة ماذا يعني إقفال معبر الخبور الذي يربط تركيا بالعراق عبر أقليم كردستان واستحداث معبر ضمن الأراضي خارج الأقليم الأراضي تحت سلطة الحكومة المركزية وهل يعني فعلا هذه الترويكا أو الاتفاق الثلاثي لخنق الأقليم بين تركيا إيران وبغداد يعني بدون شك إغلاق البوابة الحدودية وهي وحيدة بين تركيا وإيران وهي بوابة الخبور سيعني نهاية كل الموارد الطبيعية الاقتصادية والتجارية بالنسبة لإقليم شمال العراق هذا أولا ثانيا كما قال الرئيس أردغان إغلاق المجال الجوي بالنسبة لكل الطائرات الأجنبية التي تتوجه إلى أربيل والسليمانية وبالتالي إلغاء كل السفرات بالنسبة للخطوط الجوية التركية إلى هاتين المدينتين الكرديتين وكما تم الاتفاق في طهران هو إغلاق أمبوب النفط أيضا وهو الممتد من كاركوك إلى ميناء جيهان التركي ولكن أنا أعتقد طهران وأنقرة تنتظر مواقف عملية من بغداد باعتبار بأن الموضوع هو يخص بغداد قبل أن يخص تركيا وإيران فعندما تلقي الحكومة العراقية المركزية خطوات في هذا الاتجاه أي فيما يتعلق بإنبوب النفط فيما يتعلق بإغلاق البوابة الحدودية فيما يتعلق بالإجراءات الإغلاق المجال الجوي أنا أعتقد أن أنقرة وطهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من المواقف العملية ضد إقليم كردستان العراق الموقف الثابت والأكيد وربما الاستباقي الذي كان لإن كان لأنقرة أو حتى لطهران بأن الاستفتاء يهدد الأمن القومي للبلدين بالأمس إن كان رئيس الحكومة العبادي كان دعا من باريس إلى حوار مباشر بين بغداد وأربيل هذا أيضا ما دعا إليه أيضا الرئيس فؤاد معصوم هذا الخطاب الحاد اليوم ليندرم ألا ينسف هذا الحوار ولا يأخذ أبغداد إلى أبعد من ذلك ربما إلى مواجهة فعلية بعد الانتشار العسكري أيضا في كاركوك بالأمس يعني كما قلت قبل قليل هو الموقف يعتمد في نهاية المطاف على القرار الحكومي العراقي يعني الحكومة العراقية عندما تتخذ أي موقف سياسي أو عسكري أو اقتصادي فسوف تجد تركيا وإيران معها إلى أبعد الحدود لأن في نهاية المطاف أنا أعتقد أن القرار التركي هو الذي سيؤثر على موقف مسعود البارزاني لأن مهما كان الموقف الإيراني وموقف الحكومة العراقية المركزية فالذي سيؤثر على الأكراد هو الموقف التركي عندما تغلق تركيا البوابة الحدودية والمجال الجوي وأنبوب النفط فماذا سيفعل الأكراد حينها؟ يعني سيموتون من الجوع سوف لن يكون لهم أي إمكانية للوصول إلى الدول الأوروبية ولن يكون هناك أي مجال لأي وفد أجنبي يدخل قليل كردستان العراق هذا إذا تجاوزنا قضية عسكرية بالنسبة لتركيا لأنه في نهاية المطاف الجميع يعرف بأن قليل كردستان العراق سينعكت بشكل خطير على تركيا أكثر من الدول الأخرى باعتبار أن الأكراد من الناحية السكانية هم أكثر في تركيا هناك 15 وربما 20 مليون كردي مقابل 5-6 في شمال العراق و3 في شمال سوريا و6-7 في إيران موقف لافت أيضا للسفير العراقي العلوي في أنقرة الذي قال أن بغداد قد تلجأ أيضا لاستخدام القوة في إدارة هذا المعبر معبر أخبور بين الإقليم وبين تركيا هذا سلطة مباشرة لبغداد وهذا ما يفرض مواجهة وقد يكون أيضا شرارة هذه الأزمة التي تشتعل من هذا المعبر إن تم إخماد هذا الجمر تحت الرماد بالأمس في كاركوك هناك مناورات عسكرية تركية عراقية منذ أسبوعين تقريبا في منطقة البوابة بوابة الخابور يعني عندما يتخذ أو تتخذ الحكومة العراقية قرارها بإغلاق هذه البوابة أو سيطرت الجيش العراقي والقوات العراقية والجمارك العراقية على هذه البوابة فحينها سيكون هناك اشتباك بدون شك بين القوات البشمرقة والقوات العراقية المدعومة من قوات الجيش التركي أنا أعتقد ليس بإمكان القوات البشمرقة أن تتخذ أي موقف عسكري ضد القوات التركية يضاف إلى ذلك أن الجميع يعرف بأن البرزاني بشكل خاص يحسب مليون حساب لإيران أيضا في المنطقة خاصة بعد فتوى السستاني فيما يتعلق بوحدة العراق لأن في نهاية المطاف كما اعترف هو أن إيران هي التي أنقذت أربيل من احتلال داعش في عام 2014 إذن الآن إذا قررت بغداد أن تفعل شيئا ما ضد أربيل فحينها لن تتردد في استخدام قوات الميليشيات التابعة لما يسمى بالحشد الشعبي وهي أيضا مشكلة كبيرة بالنسبة لأربيل وأعتقد بأن رئيس الأركان التركي عندما زار طهران قبل زيارة الرئيس أردوغان بثلاث أيام قد بحثت كل هذه التفاصيل الدقيقة حتى لا يكون هناك أي حساسيات طائفية أيضا بين إيران وتركيا تحدثت بداية عن هذه المخاوف تحديدا من تحرك الأحزاب الكردية في الجنوب التركي الحل أيضا الذي تحدث عنه إن كان أردوغان الأسبوع الماضي بالأمس بعد لقائه أيضا نائب الرئيس العراقي أو يلدرم اليوم بأن الخيار الأمني يقترب شيئا فشيئا في حال لم يتراجع أكراد كردستان عن استفتائهم وربما عن مطالب بغداد ومنها تسليم كل النقاط الرسمية والحضودية بعد أيضا السيطرة على كل المرافق الحيوية يعني إذا كان مسعود البرزاني يستهدف مثل هذه المغامرة الخطيرة بالنسبة له وبالنسبة للشعب الكردي في شمال العراق فليس هناك مشكلة الجميع يعرف بأن مثل هذه المغامرة ستدمر كردستان العراق وستدمر كل ما بناه الشعب الكردي خلال السنوات العشرين وثلاثين الماضية منذ احتلال الكويت وما جرى بعد ذلك لأنه في نهاية المفترض أنا أعتقد هو البرزاني يسعى من أجل مغامرة خطيرة لإنقاذ نفسه لأن البرزاني قد انتهت مدة الرئاسية الدستورية قبل عامين في آب 2015 فهو ليس الآن رئيسا لإقليم كردستان العراق من خلال هذه المغامرة التي يبدو أنه قد شحنت الشعور القومي في إقليم كردستان العراق والجميع يعرف بأنه قد أعلن عن انتخابات مفاجئة في نهاية الشهر الجاري فهو يريد أن يصبح بطلا قوميا للأكراد ويريد لحزبي الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يسيطر على البرلمان لأنه هو الذي كان يمنع اجتماع البرلمان منذ عامين هو الذي كان يمنع اجتماع القيادة السياسية التي كانت تضم الأحزاب الكردية في شمال العراق هو الذي كان يسعى للقضاء على الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطلباني وهو ما نجح فيه نسبيا الآن هو خرج ليقول بأنه زعيم قومي وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه سيسيطر على الشمال العراقي نتيجة الوضع الشعور القومي الموجود هناك البحث في الشؤون التركية حسن محلي كنت معنا من أسطنبول شكرا جزيلا لك